وساعدني في هذا أول شيء دعم القيادة الله يحفظها دعم سيدي ولي العهد للثقافة بشكل عام والوزارة الثقافة كمان ساعدتنا الحقيقة وآمنت بمشروعنا وعطتنا وقت يا أبو كرم اشتغلنا سنتين على هالعمل يعني سنتين هذه أفادتنا في أن نحن كل شوي نقلل العيوب نقلل العيوب نقلل العيوب نقلل العيوب نقلل الأخطاء إلى آخر يوم يعني مثلا أنا أعطيك قصة حصلت أنا كتبت ثلاث نصوص مسرحية للعمل وبعدين جاءنا صالح زمانان كاتب مسرحي شهير وعطانا فكرة خلتنا نقدر نوجد شعراء المعلقات في المسرحية على العقل في المسرح يعني أنا ما أدري المسرحية ممكن يكون فيها لها استمرارية أو لا ولكن يعني فما أتكلم عن تفاصيل تقنية أكثر يعني ولكن يعني ساعدنا صالح بأنه نطلع الشعراء على المسرح وفق حبكة يعني كانت معمولة بعناية يعني أو بحرفة عالية اللي أنا عملته أنا كتبت قصيدة من العشر قصايد اللي هي في الملك عبد العزيز مجارات معلقة طرفة بن العبد عملت كصادق الشاعر وأنا أقولها بصراحة أنا صادق الشاعر في هالعمل يعني وأنا صادق الشاعر عموما الموضوع صار سخيف يعني يعني ما أبغى يعني كملحن ولكن دائما ما سأشير له باللقب سأقول صادق الشاعر لحن لأنه أنا التلحيم بالنسبة لي يعني ما أبغى يأخذ أو ينافس الشاعر يعني أنا أقول كلامي أنا بس ما أقول لحني أنا أقول لحن صادق الشاعر افتخاري بالعمل واعتزازي فيه والجهد اللي بذل فيه هو اللي خلاني أقول أو أقرر أن أنا صادق الشاعر بعد فترة طويلة ما كنت أقولها طبعا سهم عمل عبقري أيضا في الموضوع لازم أشكر ناس كثير فهد عافت في الحوارات اللي عملها قبل المعلقات أنا كمان دوري كان في الحوارات والأفكار اللي في المسرحية نفسها في الحوارات التمثيلية حولتها كلها شعرا ونثرا وسجعا عشان تصير لها ومررت بعض الأفكار اللي أراها أساسية اللي للأسف في ناس كثير من السعوديين حتى ما يعرفونها والعمل هذا أنا في رأيي إذا كان ولقى نجاح أو أصداء سواء من من حضر مع أني أنا محبط من شيء أبو كرم عشان أكون صادق معك نحن عرضنا ثمان أيام يعني ممكننا نتوقع الحقيقة الأصداء هذه هذا هو العرض الطبيعي لأن العمل أصلا كمان انتاجيا ضخم ونحن جايبين ناس من برودوي وناس عندهم ارتباطات وناس على مستوى عالمي وأنا أذكر سلطان البازعي رئيس سيئات المسرح قال له كلمة في المؤتمر الصحفي مهمة جدا قال أننا نسعى لتقديم منتجنا الثقافي والفني بالطريقة الإنتاجية اللي يفهمها العالم الله وهذا ما تم في هذا العمل فعلا للأمانة يعني ما بخل عليه بالإمكانيات بس لهذا ما أتي لي ليش محبط وأزعم أن الفكرة أقول لك ليش محبط لأننا نحن مسرح جامعة نورة الأميرة نورة يشيل 1500 شخص نحن استبعدنا الدور الثالث لأسباب تقنية فأنت تتكلم عن ثمان أيام في 1500 شخص تتكلم عن 12 ألف شخص حضر العمل ردود الفعل كانت هائلة منهم الحقيقة وكانت هائلة مما ظهر في السوشال ميديا واللي ظهر في السوشال ميديا ما هو منصف لقيمة العمل البصرية لأن الأعمال هذه لها طريقة تصوير خاصة الميوزيكالز يعني وخلينا أعترف لك بشيء آخر أنا كانت نظرتي للمسرح قبل هذا العمل وقد قلتها قبل في تصريح أن المسرح يعني أنا كنت لا زلت ولا أقول مقتنع بها الرأي أن المسرح دخيل على الثقافة العربية ودخيل هنا مشكلة مسيئة نعم لأن الثقافة العربية شفاهية وخطابية وما دخل المسرح في العالم العربي لعام 1800 في مصر أو في الشام وفي السعودية كمان كان يعاني الحقيقة يعني كانت بداياته متواضعة كثير بحكم أنه ما كان في بيئة أو مناخ تسمح الآن لما توفر المناخ لما شفت هيئة المسرح لما شفت الجهد اللي تعمل وزارة الثقافة لما شفت الإمكانيات اللي تعملها أقدر أقول أني أنا تراجعت عن رأيي أنه المسرح غير مجدي بذل جهد فيه بالعكس إحنا فعلا بدأنا من حيث انتهى الآخرون وخلينا أقول كلام بصراحة أبو كرم لو جيلت لي قبل خمس سنين أننا ممكن نعمل مسرحية زي هذه في الرياض بالطريقة اللي عملناها بالإمكانيات اللي عملناها بالفنانين اللي شاركوا فيها بالشكل اللي طلعت فيه سأقول لك أنت واهم أو تحلم بس أعتقد هذا يعبر لك عن نقلة عظيمة ما كان ليمكن أن تحدث بأمانة شديدة لولا شخص اسم محمد بن سلمان بن عبد العزيز بصراحة يعني فعلا بدأنا من حيث انتهى الآخرون طموحنا فعلا صار عنان السماء رسخ معاني فينا يقولها وأصبحت حقيقة لعل هذا أبو فيصل البداية تأسيس لمسرح كبير إن شاء الله ويكون على غرار المسارح الرومانية اللي كانت موجودة في المناطق رح نروح لفاصل أول